مرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية النهاردة إن شاء الله هناخد يونت سري يونت سري ده النهاردة هنتكلم عن السيفتي عن السيفتي سيفتي إحنا هنا بنتكلم عن الأمان في شغلنا والأمان في إزاي نكون في مواقعنا آمنين وغير معرضين لأي أخطار من الحاجات اللي هناخدها النهاردة هي السيفتي رولز اللي إحنا لازم نتبعها أثناء وجودنا في أماكن العمل زي ما اتفقنا على طول إحنا بداية بناخد أول حاجة اللي هي هتساعدنا على فهم الكلمات الغمضة بالنسبة لنا وبعد كده نبدأ نعرف إحنا بنقرأ إيه والترجمة بتاعت كل كلمة وزي ما إحنا متفقنا قبل كده هناخد دلوقتي الكلمات وهنردد مع بعض مرة واثنين ولازم تقرأ ورايا علشان البرونانسيشن بتاعك يبقى مظبوط وتفهم مني البرونانسيشن الصح يونيت ثري سيفتي 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 اللي هو الأمان سيفتي رولز سيفتي رولز سيفتي رولز قواعد الأمان كيميكالز الكيمويات بوتس 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 اللي هي الأحزية اللي إحنا بنلبسها أثناء وجودنا في مواقع العمل جوجلز 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 النظارات الواقية النظارات الواقية اكويبمنت 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 المعدات اللي إحنا بنستخدمها في شغلنا درل 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 مثقاب مثقاب يعني إيه اللي هو يعتبر الشنور اللي هو الشنور بلدينج سايت بلدينج سايت اللي هو موقع البناء اللي احنا بنشتغل فيه هلمت خوزة الأمان جلافز هنا القفزات أو الجوانتي اللي احنا بنلبسه في قدينا علشان نتفادى اختار اي حاجة تقع على قدينا موتور بايك موتور بايك موتور بايك اللي هي الموتسيكل أو الدراجة البخارية جارد 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 هنا بمعنى الواقي يعني ايه واقي احنا عندنا جارد خدناها قبل كده بمعنى حارس هنا بمعنى الواقي هنا هو حاجة بتتحط على النصل اللي هو البليد اللي هو النصل أو الشفرة اللي هي موجودة في الآلة علشان تمنع إن إحنا نتعور أو نتجرح. ده بالنسبة لجارد وبلايد. سويتش يعني المفتاح. باور باور باور. ما هو المنجد باور؟ يعني القوة. القوة. بريك ليفر. البريك ليفر اللي هو الفرامل. اللي هو باللغة العربية زراع الكابح. بطن. بطن يعني زرار. الكتريسيتي. 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 كهرباء. كهرباء. ليك. ليك. ليك هنا معناها يتصرب. يتصرب. يعني ينساب أو يتصرب. ده بيبقى بالنسبة للسوائل. سويتش اون. سويتش اون. سويتش اون. يعني يفتح. يفتح. cut cut يعني يقطع drill drill يعني يحفر يعني ايه يحفر او يضقب بالمثقاب او بالشينيور break a rule break لوحدها معناها يكسر يكسر اي شيء لكن break a rule على بعضها معناها يخالف القواعد يخالف القواعد او القوانين اللي احنا متفقين عليها disconnect احنا عارفين ان كلمة connect لوحدها يعني يوصل معناها يوصل لما نحط قبلها dis يعني disconnect تبقى يفصل يفصل الايه حكتين عن بعض turn off turn off معناها يطفي يطفي او يقفل الطيار injure 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 يعني يصيب او يجرح يصيب او يجرح press 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 يعني يضغط يضغط keep on keep on يعني يواصل الشيء اللي هو كان بيعمل فيه او بيشغل فيه enter 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 معناها يدخل enter معناها يدخل تمام check 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 يفحص prevent 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 يمنع يمنع spread 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 يعني ينشر ينشر remove 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 يعني يزيل او يشيل حاجة board يعني يصعد الطائرة board and aeroplane board and aeroplane يعني يصعد الطائرة stop 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 واتزا ميني جاء في stop يعني يتوقف stop يعني يتوقف بكده نكون أنهينا معظم الكلمات اللي ممكن تكون جديدة علينا واللي احنا ممكن نكون أول مرة نشوفها ونطقناها مع بعض كويس عرفنا المعنى بالعربي كويس جدا ويريت ان احنا كل كلمة جديدة نقراها ويكون مش عارفينها يريت نحفظها كويس pronouncing and translating يعني نطقا وترجمة ده هيفيدنا جدا فيما بعد لما نيجي نحل امتحانات وقلت دي أول خطوة في بداية المذاكرة بتاعتنا نيجي بعد كده لإيه هو الgrammar أو النقطة اللي احنا النهاردة هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله هيكلمنا عن مش قاعدة ولا حاجة بس مجرد مجموعة كلمات بنعرف الكلمات دي بتيجي ازاي في الجملة بيجي قبلها ايه بيجي بعدها ايه ومعناها ايه تعالا مع بعض كده نشوف انا عندي هنا كلمة after after يعني بعد without without يعني بدون while while بينما before before يعني أبي الأربع كلمات دول لما بنيجي نستخدمهم لازم يكون وراهم verb plus ing لما نيجي نستخدمهم لازم نجيب وراهم verb plus ing طيب تعالا كده مع بعض نشوف some examples على الكلام اللي احنا بنقول أول أول example عندنا put on your helmet before entering the site put on يعني ارتدي ارتدي your helmet يعني الخوزة ارتدي الخوزة before قبل entering اهي enter هاي الفرب بتاعي وبعدها ing يبقى انا كده مشيت على القاعدة اللي انا لسه واخداها دلوقتي حالا before entering the site what the meaning of the site يعني موقع العمل اللي انا بشتغل فيه يبقى الجملة بتقول ارتدي الخوزة و وده يبقى قبل دخول الموقع قبل دخول الموقع كده احنا اشتغلنا الجملة او الكلمة زي ما قولنا بالظبط طيب تعال نشوف الجملة اللي بعدها كده ونشوف ايه الفرق what the meaning of the two sentences put on your helmet نفس الكلام before you enter the site اهو ميس انت حضرتك قلتي لأ انت قلتي اني لازم يعني الجملة دي غلط لا الجملة دي مش غلط في الحالة اللي احنا بنقول عليها before هنا ممكن تيجي حالتين يا اما enter وال-ing يا اما نحط بعدها جملة كاملة يعني ايه جملة كاملة يعني فاعل وفعل يعني فاعل وفعل يبقى انا هنا عندي حاجتين حاجة من الاتنين يا اما احط الاساسي الاساسي خالص ان انا احط الكلمة بعدها verb plus ing طيب ما جاليش في اختيارات او انا دلوقتي جاي في جملة بيقول choose the correct answer وجايب لي اختيارين بس الاختيارين دول ما فهمش اصلا verb plus ing طب في فاعل وفعل اه في فاعل وفعل يبقى هو ده الاجابة الصح يبقى انا عندي هنا حلين يا اما اكون حط verb plus ing يا اما احط جملة كاملة يعني ايه جملة كاملة يعني فاعل وفعل يعني فاعل وفعل وده اللي احنا فعلا استعملناه في الجملة التالية طيب نيجي نشوف number three don't enter the site without putting on your helmet انا هنا جبت الجملة نفس الجملة بس بنفي لان without هنا بتيجي معايا مع النفي بتيجي معايا مع النفي without بتيجي مع النفي يبقى اوع تدخل الموقع بدون او من غير وضع الخوزة بدون اللي هي without وضع اللي هي putting on your helmet ما تخشش ابدا الموقع without your helmet without your helmet ده من ضمن safety rules اللي احنا لازم نتبعها اثناء وجودنا في مواقع العمل حتى لا نتأذى حتى لا نتأذى وزي ما اتفقنا النهاردة اليونت كله بيتكلم عن ازاي نكون في مكان عملنا بدون اي ازاء او جروح بعد كده example تاني put on your gloves before using chemicals put on what is the meaning of put on خدناها قبل كده اللي هي ارتدي ارتدي ايه your gloves what is the meaning of gloves gloves means الجوانتي او القفاز before اهي before اهي جات تاني using use plus ing chemicals 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 هنا معناها المواد الكيموية او تكون حاطة مستخدم مواد كيموية من غير ما تكون لابس الجلاف بتاعتك الجملة تاني بمعنى تاني wash your hands wash your hands after using chemicals اخسل اديك بعد استخدام الكيمويات اخسل اديك بعد استخدام الكيمويات طب نشوف الجملة التالتة don't use chemicals without wearing your gloves don't use chemicals without wearing your gloves اوه هل يا مس التلات التلات جمل دول معناهم واحد ايوه التلات جمل معناهم واحد بس مرة جبها لي باستخدام before اعمل ايه قبل ما اعمل تاني مرة استخدمنا after اللي هي بعدين اعمل ايه واخر واحدة عملها لي في negative ازاي انفي الجملة بتاعتي باستخدام without استخدام without بعد كده في عندنا مجموعة كلمات تاني وعايزين نعرف كلمات دي ايه عندي هنا كلمة from كلمة from من for for من اجل by by بواسطة التلات كلمات دول برضو نفس استخدمنا اللي هو بيجي بعدهم verb plus ing بيجي بعدهم verb plus ing تمام نيجي نبص كده برضو على some examples عندنا الاكزامبل الاولاني بيقول fire extinguisher fire extinguisher يعني طفاية الحريق طفاية الحريق prevents fires from spreading fire extinguisher اللي هي طفاية الحريق بتعمل ايه بتمنع الحريقة انها تنتشر انها تنتشر طب انا هنا جاب لي هنا from اللي هي كلمة اللي احنا قلنا من و spread هنا verb spread يعني ينتشر plus ing يبقى انا هنا استخدمت جلمة from وجبت بعدها الverb plus ing طيب nylon is used for يستخدم لي for ايه بقى making drops making drops طب يا ميس هنا احنا حطينا for وبعدها make plus ing تمام انا حطيت هنا for وبعدها الverb plus ing تمام كده نيجي للجملة اللي بعدها turn off electricity turn off electricity by pressing the button by pressing the button يعني اقفل الكهرباء او افصل الكهرباء ازاي بواسطة الضغط على الضرار بواسطة الضغط على الضرار انا هنا التلات كلمات اللي انا استخدمتهم اللي هما from و for by نفس الاستخدام اللي انا قلت عليه اللي هو بيجي بعدهم verb plus ing verb plus ing ما فيش اي تغيير وفي اي وقت الاقي التلات كلمات دول بيجي 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 دايما في choose لما اجي دلوقتي في سؤال choice يقول ايه choose the correct answer ويجيب لي اختيارات طيب انا دلوقتي لو عندي كلمات من التلات دول التلات كلمات دول لازم يكون في بعدهم verb plus ing نبقى اي اختيار هلاقيه هسيب اي اختيار ما عدا الverb plus ing تمام كده بعد كده هنيجي لكلمة مهمة جدا كلمة في اليون الده بتجيب لنا معنى كبير ايه هو الكلمة دي add the same time add the same time بتساوي كلمة تانية كبيرة شوية اللي هي اسمها simultaneously simultaneously انا عارفة ان الكلمة صعبة شوية بس احنا ممكن نقطع syllabus علشان نقدر نوصل للنطق الصح simultaneously نفس المين يعني add the same time بتساوي simultaneously في نفس الوقت في نفس الوقت طيب ايه الحاجة اللي ممكن الجملة توضح لي الكلام دوت بس الجملة اللي جاية دي press control alt and delete add the same time press يعني اضغط على control وalt وdelete at the same time الجملة دي هيفهمها معايا كل اللي بيعرف يشتغل على اللابتوب او الكمبيوتر لان التلاتة دول او الثلاث زرائر او مفاتيح دول دول موجودين عندي في اللابتوب في الزرائر بتاع التشغيل بتاعتي انا بيقول لي هنا لو دست على او ضغط على control وalt وdelete في نفس الوقت طبعا هنا بيعمل لي برغرام معين اللي هو بيلغي الحاجة اللي انا بشتغل التلاتة دول مع بعض بيقوموا ببروسيس واحدة في نفس الوقت بس لازم اكون شغالة في التلاتة مع بعض طب انا هنا جبت press وجبت كل كلمة طب لما نجي نستخدم الكلمة التانية الكلمة التانية اللي هي simultaneously press control and alt and delete تمام يبقى انا هنا كلمة at the same time بتساوي simultaneously at the same time equal simultaneously نقولها مع بعض تاني simultaneously 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 okay بعد كده هنيجي لل الجزئية اللي احنا بنحب نشتغل فيها مع بعض اللي هي communication زي ما اتفقنا قبل كده انا عندي كل lesson او each unit ب consensus of الحاجات التلاتة اللي انا باهتم بيها وبتنفعني اللي هي new vocabulary اللي احنا خدناها من شوية وقلنا معاني الكلمات in Arabic تاني حاجة الجرامر الموجود والجرامر ده هو اللي بيعلمني ازاي اقدر اكتب جملة صحيحة how to write a correct sentence how to write a correct sentence تالت حاجة بتفدني في اليونت بتاعي اللي هو communication what is the meaning of communication communication mean how to communicate with each other ازاي نتعامل مع بعض ازاي نتواصل مع بعض بيجيب لي كل يونت جزئية يعلمني فيها جزء معين من التواصل مع الاخرين طيب تعال كده نشوف مع بعض ايه اللي عندي هنا what is the meaning of I am pleased يعني انا سعيد او مسرور طيب هنشوف الكلمة اللي بعدها I am delighted I am delighted برضو نفس الحكاية انا سعيد او مبسوط I am happy I am happy طيب قبل ما نخش بعد كده هنشوف التلات جمل دول او التلات expressions دول دول تعبيرات عن السعادة او الفرح لما اجي اقول في الاول ان انا سعيد او مصرور او مبسوط لان انا هبلغك خبر طيب هل تعتقد الخبر اللي انا هبلغولك بعد ما اقولك الكلمة دي هل هو a good news or bad news I am happy to tell you يبقى ايه very good very good انا هنا هبلغك a good news a good news يبقى انا هبلغك خبر سعيد لازم ان احنا هنقول فيه حاجة سعيدة ما جيش اقولك I am pleased واجي اقولك بعدها bad news يبقى طبعا ده مش ممطقي تماما طيب هاجة اكمل بقية الجملة عندي ممكن اجا اقول to tell you اه ينفع I am pleased to tell you I am delighted to tell you I am happy to tell you اه يبقى التلاتة ينفعوا معك كلمة دي طب فيه كلمة تانية تنفع يا ميس نقولها طب تعالوا نشوف كده مع بعض I am pleased to inform you to inform you انا هنا قلتلك ايه انا سعيد ان انا ابلغك وهنا انا سعيد ان انا اعرفك inform you inform you اعلمك او اقولك طيب I am happy to let you know ان انا عايزك تعرف خبر معين يبقى اللي انا عايز اقوله ان I am pleased و I am delighted و I am happy تمشي كل واحدة فيهم تمشي مع التلات جمل دول طيب بعد الجمل دي لازم اجيب that لازم اجيب that طيب انا دلوقتي عايز اقول I am pleased to tell you that I am pleased to tell you that that ايه that you win the prize انا سعيدة ان انا ابلغك ان انت ان انت كسبت الجايزة كسبت الجايزة I am delighted انا مسرورة جدا to inform you that to inform you that اعرفك ايه ان انا عايز اعرفك ايه that you succeed in the exam انت نجحت في الاختبار انت نجحت في الاختبار يبقى انا قلتلك انا سعيدة ان اخبرك بحاجة سعيدة ان انت انجحت في الاختبار اللي عندك تمام نفس الكلام لما اجاقول I am happy to let you know انا سعيدة ان انا اعرفك او اقولك ان انت you win the prize انت برضو كسبت الايه الجايزة تمام يبقى انا هنا خط التلات كلمات اللي بتستخدم في اخبار الاخر بان في good news انا ببلغوا به طب تعالوا نشوف كده كلمتين اللي بعد كده I am sorry I am sorry I am regret I am regret اه انا ااسف او ندمان هنا كلمة regret معناها هو معناها اصلا ان انا نادم او اندم او بندم ولكن هنا في الجمل اللي احنا بنستخدمها معناها اللي هي awfully sorry يعني اسف شديد مش معناها هنا نادم لأ معناها ان انا ااسف جدا يعني في قمة الاسف طب ممكن استخدم ايه هنا I am sorry to tell you اه تمشي I am sorry to inform you تمشي I am sorry to let you know تمام ونفس الكلام مع I am regret نيجي للمهم هنا طبعا عندي هنا ذات برضو لازم تيجي بعد التلات جمل دول طيب انا عايز اقول بقى دلوقتي I am sorry انا هقول لك دلوقتي خبر good or bad I am sorry انا آسف او انا زعلاني انه بقول لك كده يبقى ده ايه فعلا bad news يبقى انا عايزة اقول لك ايه I am sorry to tell you to tell you that you fail the exam you fail the exam انت فشلت في الايه في الايه في الايجزام بتاعك يبقى انا هنا قلت I am sorry I am regret واستخدمت معاهم تلات جمل هم هم بس هنا الاختلاف ان انا بقول bad news not good news اوكي طيب نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي هنقول مجموعة examples لي I am pleased to tell you that انا سعيد اني ابلغك that you have won the first prize انت اكسبت الجيزة الاولى يبقى انا قلتلك انا سعيدة وقلتلك على طول ايه الخبر السعيد اللي بعدها على طول يبقى I am pleased to tell you that you have won the prize or the first prize I am happy to inform you we are giving you the job اه انا سعيدة جدا اني ابلغك ان احنا قررنا ان احنا هنديك الوظيفة انت مقدم عندنا على وظيفة واحنا بنقولك او احنا بعتنا لك letter بنقولك فيه احنا سعداء جدا ان احنا نبلغك ان احنا قررنا نعطيك الوظيفة او تستلم الوظيفة عندنا احنا احنا جينا اللي هو الباد نيوز الباد نيوز احنا سعداء ان اعطيك know You aren't going to be promoted I'm very sorry أنا هبلغك خبر مش سعيد اللي هو حضرتك مش هتقدر تترقى السنادي What is the meaning of promoted يعني يترقى يترقى في شغله يترقى في وظيفته فده طبعا خبر غير سعيد بنبلغ بالموظف بعد كده آه في كلمتين برضو مهمين جدا fortunately and unfortunately What is the meaning of fortunately fortunately معناها لحسن الحظ معناها لحسن الحظ طب unfortunately opposite بتاعتها اللي هي عكسها اللي هي لسوق الحظ يبقى برضو fortunately معناها ان انا لحسن الحظ طب الكلمة معناها لحسن الحظ يبقى انا هبلغك ايه ايوه هبلغك خبر سعيد لان انا بقولك لحسن الحظ او لسبب سعيد انا هبلغك بكذا طب unfortunately اوه يعني ده خبر مش كويس او خبر bad very bad unfortunately لسوق الحظ انا ببلغك كذا كذا تمام تعال نشوف مع بعض ايه الجمل اللي عندي fortunately you have passed the exam لحسن الحظ انت اجتست الامتحان او نجحت في الامتحان نجحت في الامتحان طيب unfortunately unfortunately لسوق الحظ you have failed your exam you have failed your exam لو بصينا هنا لfortunately وunfortunately هنا ما استخدمناش الكلمات او الجمل اللي هي استخدمناها مع الكلمات اللي قبل كده استخدمنا هنا على طول الكلمة وبعدها على طول جملة كاملة الخبر اللي انا عايز اقوله ما اضطرتش ان انا اقول to inform you that او to tell you that او اي حاجة تاني لا انا قلت الكلمة وبعدها على طول اشتغلت على الجملة اللي انا عايز ابلغها لحضرتك او الخبر اللي انا عايز ابلغه لحضرتك بعد كده هنيجي لنوعية من نوعيات اسئلة امتحان اخر العام احنا متفقين مع بعض ان احنا قلنا قبل كده هناخد من اليونت اللي احنا بنشتغل فيه حبة اشياء كلمات جديدة new vocab بناخد grammar بناخد بعد كده how to communicate with each other تمام طيب انا عندي فيه حوالي 7 items بتبقى معايا فيه ورقة الاسئلة اخر العام لازم اكون متضرب على الاسئلة دي كل فترة يبقى انا كل يونت امشي منه لازم اتضرب على نوعية اسئلة ممكن تقابلني في اليونت ده كلمات ازاي اتعامل معها في السؤال مجموعة اسئلة ازاي اتعامل معها النهاردة هبدأ معاك فيه اول سؤال هستخدمه اللي هو match the part from a with the part from b طيب انا عندي هنا لازم علشان احاول اقرأ كل الاجزاء الموجودة عندي انا عندي هنا column one او column a و column b لازم اقرأ ال column كله الناحية التانية علشان اقدر اوصل الجملتين اللي مزبوطين مع بعض اول حاجة هقولها معاك دلوقتي انا هقرأ معاك كاني دلوقتي بحل معاك السؤال وهقرأ one two three four وبعد كده هقرأ الناحية التانية ونبدأ مع بعض نوصل كلمة او جملة بجملة يلا we are happy to let you know we are happy to let you know انا هنا استخدمت الجزء اللي انا شرحته في الجرامر في الكميونيكيشن وقلت انا سعيد اني ابلغك هنشوف بعد كده close the program and the zen اقفل البروجرام الاول وبعد كده بعد كده ايه انا بترجم كل جملة علشان اعرف لما اجي الناحية التانية هاخد انهي جزء اكمل به we regret to tell you that انا ااسف i'm awfully sorry انا حزين او ااسف انه انا ابلغك طبعا هنا بيبقى في خبر very good bad news خبر سيء number four it's impossible to repair this car مستحيل ان احنا نصلح العربية دي مستحيل ان احنا نصلح العربية دي انا لما ارد دلوقتي الجزئية اللي موجودة والجمل كلها اللي موجودة في كولم ايه انا هنا عرفت انا بتكلم في ايه بالظبط تعال بقى معايا ان ايه نقرأ برضو كل الجزئية اللي موجودة في كولم بي you have not won the prize you have not won the prize انت ما كسبتش الجايزة انت ما كسبتش الجايزة ركز معايا ده خبر ايه very good bad في جملة هناك هتقبلنا اوكي number b because it's badly damaged لانها متضمرة تماما او مش يعني بايزة خالص switch off computer switch off computer يعني اقفل الكمبيوتر اقفل الكمبيوتر اخر حاجة عندنا that your salary will be raised مرتبك هيتزيد مرتبك هيتزيد يبقى ده good news ولا bad news فعلا the good news طيب تعالك مع بعض اول جملة عندنا we are happy to let you know انا سعيد او احنا سعداء ان احنا نخبرك طب سعداء يبقى ده خبر ايه سعيد اه bravo عليك انا اخذ له اخر جزء اللي هو that your salary will be raised شفت احنا ازاي استخدمنا الكمبيوتر اللي احنا درسناها في اليونت واستخدمناها في تكوين سؤال وعرفنا نحل السؤال احنا عرفنا نحل السؤال ده ليه لاننا ركزنا في الكمبيوتر مع بعض وركزنا في معنى كل كلمة خدناها فبالتالي استطعنا ان احنا نحل السؤال صح نحل السؤال صح تمام number two close the program and the zen اقفل البروجرام وبعد كده بعد كده switch of computer switch of computer يبقى لازم نقفل الاول البروجرام وبعد كده نقفل الكمبيوتر بتاعنا كل اللي معاه computer بيفهم الكلام اللي احنا بنقوله وطبعا احنا كلنا بنعرف نستخدم ازاي نستخدم الkeyboard بتاعتنا وازاي نقفل منين ونفتح منين وازاي نقفل البروجرام الاول قبل ما نقفل الكمبيوتر بتاعنا علشان ما يحصلش اللي هو hang للكمبيوتر او اسمه يعلق منين نيجي لتالت سؤال we regret to tell you that احنا اسفين we are awfully sorry to tell you that احنا اسفين جدا جدا ان احنا نبلغ هتبلغوني بايه طالما awfully sorry انا هبلغ بايه a bad news طب ايه ال bad news اللي احنا قلنا هنا او صح كده you have not won the prize فيه فعلا خبر سيء هنقولك عليه اللي هو ان انت ما كسبتش الجايزة انت ما كسبتش الجايزة او يبقى ده ال bad news اخر حاجة عندنا طبعا بتبقى اسهل سؤال لانه ما بيبقاش فيه غير اختيار واحد في ايه قدام اختيار واحد في الكولمبي it is impossible to repair this car من المستحيل ان احنا نصلح العربية دي لانها متضمرة تماما متضمرة تماما يعني ماينفعش باي حلم الاحوال ان احنا نصلح بكده انا خدت السؤال اللي ينفع ان انا استخدمه على اليون الدو يبقى انا دلوقت استخدمت اليون واستخدمت لك جزئيات من اسئلة برضو بتشرح لك فيها ازاي نتعامل مع السؤال من ضوء اللي احنا درسنا في اليون في ضوء اللي احنا درسنا في اليون علشان كده انا بقول دايما لازم جدا ان احنا نهتم بكل تفصيلة موجودة عندنا في اليون علشان كل جزئية بيبقى ممكن يجي عليها سؤال اخر السنة وتبقى حاجة بسيطة ولكن كتسهلة جدا بالنسبة لان انا ارجعها قبل ما ادخل الامتحاد هنيجي دلوقتي ناخد نوعية تانية من الاسئلة النوعية التانية دي وهي ترانزليشن يعني ترجمة انا هنا بقول لك ايه عندي نوعين من الترجمة نوع اترجم اجيب لك جملة انجلش واقول لك ترجم هالي ان عرب طيب النوعية دي من الترجمة بتبقى من النوعيات الى حد ما سهلة جدا لان انا عندي جملة بالانجلش اقدر ان انا عندي مفرداتي باللغة العربية بتاعتي انا ان انا اقدر اتكلم فيها ولكن حزاري ان تطيل حزاري ان تطيل يعني ايه يعني كل ما هطول في الاجابة كل ما هقوم باخطاء فيها اقول الجملة على طول الجملة تيجي بعدها على طول في الترجمة بتاعتك اوعى تطول في الجمل بتاعتك اوعى طيب انا هنا السؤال بيقول ترانسليت انتو عربية يعني ترجم باللغة العربية الجملة دي قبلتنا كتير في اليونة النهار قبلتنا كتير جدا ان انا بقول دائما اخسل يدك بعد استخدام الكيمويات دائما اخسل يديك بعد استخدام الكيمويات لما جيت ترجمت الجملة دي قلت هزاي اخسل يديك جيدا بعد استخدام الكيمويات دائما يعني انا قلت جملة مختصرة باللغة العربية ما بطولش علشان ما زودش اخطاء الكلمة على قد الكلمة بالزبط وحزاري تقع في خطأ تاني ايه هو الخطأ اللي احنا دايما بنقع فيه في الترجمة انا دايما بعمل استرس على الاخطاء دي لان وحنا بنصحح هي دي الاخطاء اللي كاتبلي كلمة وبعدين فراغ وبعدين كلمة تانية بما معناها انه هو عارف كلمة وفيه كلمة في النص ما عارفهاش فاضطر انه هو يسيبلي فراغ عشان احنا نكمل لأ ده غلق جدا قول فهمت ايه من الجملة على بعض اكتبلي انت فهمت ايه من الجملة على بعض مرة واحدة ما تسيبش اي فراغ بين ده وده لان كده انت مش تاخد اي درجة لان الدرجة كده اتقسمت اوكي فاحنا لازم نركز كويس جدا في الجزئية اللي احنا بنشتغل فيها في الترجمة الترجمة من الاسئلة اللي بتجيب درجات حلوة جدا لو انا حافظ معاني الكلمات كويس طيب نيجي للسؤال اللي بعد بكده you must lubricate all moving parts of this machine انت لازم lubricate what is the meaning of lubricate lubricate يعني يشحم يشحم الاجهزة او يقوم بايه بوضع يشحم على الاجهزة طيب يبقى انت لازم تشحم all moving parts الاجزاء المتحركة الاجزاء المتحركة of this machine طيب انا دلوقتي اكتب ايه جملة الكتب ازاي انا عارف كل معنى كل كلمة اكتب ايه دلوقتي يا ميس او نكتب ها بالطريقة دي يجب ان تشحم كل الاجزاء المتحركة في هذه المكينة يجب ان تشحم كل الاجزاء المتحركة في هذه المكينة يبقى انا هنا بقول اني لازم يعني ايه تشحم يعني احط شحم على الجزئية المتحركة علشان اضمن السير في اتجاه مظبوط وانها ما تقفش معايا الالة اثناء العمل تمام نيجي السؤال اللي بعد كده دي نوعية تانية من الاسئلة وهي القطعة طيب القطعة لو احنا بصينا هنلاقي انا عندي بتبقى قطعة كبيرة والقطعة دي دايما بتبقى احيانا من يونت واحد او احيانا بتبقى من مجموعة يونت واحيان كتيرة بتبقى من الكلمات اللي مرت علينا على مدار العام كله فاهم حاجة عندي ان انا لازم اقرأ القطعة كويس جدا لما اقرأ القطعة كويس جدا هقدر ان انا اشوف الاجابات اللي خاصة بيها يعني انا دلوقتي لما اجي اقرأ القطعة لازم هعمل استرس على شوية حاجات الحاجات دي لازم هكون اجابتها موجودة عندي في القطعة طيب انا هقرأ دلوقتي القطعة كلمة كلمة وهترجمها مع بع بلاستيكس اه انا عندي هنا البلاستيك احنا بنتكلم النهاردة عن الماتيريال اللي احنا بنستخدمها وهي البلاستيك اول جملة بتقول لنا ان البلاستيك هي مادة مهمة جدا في الصناعة مادة مهمة جدا في الصناعة طيب كمان بيقول ان احنا عندنا انواع البلاستيك او معظم انواع البلاستيك مصنوعة من مواد طبيعية مصنوعة من مواد طبيعية زي زي الربر والرود يعني ايه الربر اللي هو المطاط والرود اللي هو الخشب يعني البلاستيك مصنوعة من مواد طبيعية زي الربر والرود These are chemically treated to produce natural plastics الحاجات دي بتعالج كيميائيا علشان ننتج بيها البلاستيك الطبيعي بتعالج كيميائيا علشان ننتج فيها بلاستيك طبيعي But most plastics are synthetic What is the meaning of synthetic? Synthetic يعني مصنع أو مركب يعني ايه مصنع أو مركب يعني هو مش طبيعي هو حاجة مصنعة They are made from مصنوع من ايه المصنع ده? Petroleum products من المواد أو المنتجات البترولية Like polyester and polycene في مادتين عندنا اسمهم polyester و polycene دول مصنوعين من مواد بترولية المواد البترولية دي بتبقى مركبة وتصنع لأنواع معينة من البلاستيك بلاستيكس are very useful in industry هو مادة مهمة جدا في الصناعة في الصناعة اللي احنا بنقوم بيها They are often used as cheap substitutes for natural substances هو البلاستيك دوت ياولاد بيبقى من المواد الرخيصة اللي احنا بنقدر نستخدمها دايما في الصناعات بتاعتنا والمواد اللي احنا بنستخدم تمام This is because the properties of plastics ده بيبقى بسبب خواص البلاستيك Can be controlled to suit different purposes بتبقى دايما بتستخدم علشان تناسب الأغراض المختلفة يعني احنا بنستخدم البلاستيك دوت بنطوعه أو بنشكله علشان يخدم معانا بروسس كتيرة أو أغراض كتيرة ممكن نستخدمه فيها In this way في هذه الحالة بلاستيك can be used to manufactured many products في الحالة دي بنستخدم البلاستيك في صناعة أشياء كتيرة أو منتجات كتيرة المنتجات دي متبدأ من from cooking pots من الأدوات اللي هي خاصة بالطبخ اللي هي أواني الطهي من أواني الطهي and coverings coverings for electric cables والcover اللي هو بيستخدم في الأسلاك الكهربائية في السلك الكهرباء بيبقى متغطي دايما بطبقة من البلاستيك بطبقة من البلاستيك إلى take styles and car bodies يعني احنا من أول الأواني اللي احنا بنستخدمها في الطهي والcoverings بتاعة الأسلاك الكهربائية إلى الباضيز بتاعة العربيات بتستخدم فيها أنواع من أنواع البلاستيك بس طبعا بيبقى معالج بطريقة تانية على شان يبقى حاجة قوية جدا وبيستخدم ليها إضافات تانية على شان تقوى تمام نيجي لأول أنواع الأسئلة على القطعة إحنا عندنا في القطعة بيبقى فيه نوعين من الأسئلة النوع الأولاني بيبقى اللي هو long answer question يعني إيه long answer question؟ يعني أسئلة إجابتها طويلة أسئلة إجابتها طويلة طيب الأسئلة الإجابتها الطويلة دي هل يا ميس أنا هشتغلها من دماغي لما أنا مش هعرف حل السؤال لا قبل حضرتك ما تبدأ تحل السؤال هتقرأ الأول السؤال بتاعك طيب قرأنا السؤال هرجع تاني أقوم باصس على القطعة كلها وأجي عند الجزئية اللي بتتكلم عن السؤال أجي عند الجزئية اللي بتتكلم عن السؤال أول ما هقرأ السؤال أنا خلاص عرفت أنا هوصل لفين بالضبط من القطعة أول ما هوصل في القطعة أقوم حتى put line تحت كل الإجابة اللي أنا ممكن أكتبها الإجابة اللي أنا ممكن أكتبها دي يعني إيه تحل سؤال القطعة سؤال القطعة يا أولاد بيبقى من الأسئلة اللي هو السؤال إجابته في نفس القطعة يعني أنا مش بجيب حاجة من دماغي خالص فبالتالي ده بيبقى من الأسئلة السهلة جدا اللي ممكن تديني درجات كتيرة وطبعا إحنا عارفين إن إحنا لازم لازم نحصل على درجات في الامتحان لأن ده إن شاء الله إن شاء الله هيحدد مصرنا بعد كده ونتفوق وندخل إن شاء الله أفضل الأماكن اللي إحنا عوزينه طيب هنيجي الأول سؤال هنا what are most plastics made from what are most plastics made from طيب أنا دلوقتي لما أعمل السؤال دوت هبص في القطعة وهلاقي الإجابة الموجودة عندي دي بالزبط some plastics are made from natural substances like rubber or wood like rubber or wood الجملة مكتوبة بالزبط عندي في القطعة طيب السؤال اللي بعد كده what are plastics used for هو plastics مصنوع sorry بيستخدم في إيه آه عندي نفس الجملة plastics can be used to manufacture many products في صناعة منتجات كتيرة from cooking pots من أول الأواني الطهي وغطاء الالكتريك كيبولز اللي هي أسلاك الكهربائية to take stiles and car bodies إلى cover sorry البادي بتاع السيارات ثالث سؤال why are we able to control the properties of plastics إزاي إحنا نستطيع إن إحنا نسيطر على خواص البلاستيك نفس السؤال موجود برضو this is because أو ليه إحنا بنقول ليه sorry because the properties of plastics can be controlled to suit different purposes إحنا فعلا بنقدر إن إحنا نطوعها لإستخدامات عديد النوع التاني من الأسئلة وهو اللي تشوز تشوز the correct answer some natural plastics are made from هل بيستخدم من petroleum products ولا synthetic products ولا rubber or wood ولا chemical substances أنا بستخدم دوت في يبقى هنا natural plastic مصنوع من a rubber or wood space types of plastics are mentioned in the passage a كم نوع من أنواع البلاستيك ذكروا في القطعة فعلا two types two types space plastics are used as substitutes for natural substances أو إيه بالضبط اللي إحنا هناخده هنا some some plastics are used as substitutes for natural substances أوكي polyester and polyseem are نقط polyseem تمام يبقى هنا هناخد كلمة synthetic بكده يبقى إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وإن شاء الله مع الوعد بحلقات جاية كتير thank you very much good luck and goodbye موسيقى موسيقى موسيقى